اشتركوا في القناة وتطوير القطاع الرعوي والغابوي بالجهة الشرقية للمملكة تطوير القطاع الرعوي والغابوي بالجهة الشرقية للمملكة التقنية الجديدة لرصد وتتبع المراعي بالمغرب هي عنوان المداخلة الأولى التي افتتحت بها أشغال هذه الندوة المداخلة كانت مقسمة على ثلاثة المرحل مرحلة الأولى هي التقنيات لتتبع تدور وتصحر المراعي باستعمال صور الأقمار الاصطناعية وهنا أعطينا أمثلة في المناطق في الشمال والشرق والجنوب التي حاولنا نتبع في هذه المراعي من سنة 1970 حتى 2015-2016 باستعمال صور الأقمار الاصطناعية وهذه الدراسات بيننا الحالة للأسف حالة التدور وتصحر لبعض المناطق المحور الثاني هو كان تقنيات الجديدة اللي نستعملها بتتبع الجافاف في المعهد وفي المعهد الوطني البحث الزراعي طورنا تقنيات استعمال الصور الأقمار الاصطناعية اليومية ولنتع عشرة أيام لتتبع الجافاف في ابتداء من شهر فبراير مارس نقدر نقول له هذه المنطقة الحالة الجافاف ديالها واش حالة سنة جيدة ولا سنة جافافة والمحور الثالث هو تتبع الإنتاج ولا الإنتاج ينتع المراعي باستعمال صور الأقمار الاصطناعية وكين أنواع كثيرة أقمار الاصطناعية يستعملوها والأهمية أنتها هذا هو نخرج في شهر مارس خرائط ينتع المراعي في المغرب ولكن خرائط الإنتاج تحت المراعي والحالة المراعي واش الحالة جيدة ولا متدهورة وفين كان المراعي اللي كان فيها لإنتاجية كثيرة وفين هي المراعي اللي لإنتاجية قليلة وخصنا نخليها ترتاح ونظر للتحول الخطير الذي يعرفه المجال الرعوي بسبب غياب التنظيم وسوء التدبير وتأثر هذا الأخير بالتغيونات المناخية تم عرض مداخلة حول الدراسات الديناميكية للمراعي بالجاهة الشرقية بالإضافة إلى تقديم تقنيات حول استصلاح قطاع المراعي مداخلة كانت تحول واحد المجموعة دي الدراسات اللي كانت تعتمد على هذا النظام المعلومات الجغرافية واستشارة عن بعد من أجل معرفات الديناميكية دي المراعي والتركيبات النباتية كيفاش كنت تتحول كانت خصوصا بالضبط منذ 1970 إلى 1988 إلى السنوات الأخيرة عرفنا من خلالها بواحد المجموعة دي المواقع دي الدراسات هذه الديناميكية كيفاش كنت تتحول وخلصنا لواحد المجموعة دي التغييرات أهمها أن النباتات الجيدة اللي كانت مستساغة ومعروفة في السبعينات عرفت واحد تدهور كبير خصوصا مثلا في المنطقة الشرقية الشيح أصبحت تقريبا 0% يشكل في التركيبة دي الشيح 0% في حين أن التركيبات الشوكية وضعيفات المستساغة بدت كترفها واحد زيادة كذلك نسب الحرط والأراضي الجرداء واحد شكل أكبر فدلينا بشكل عام على أنه كان واحد تحول خطر شي شوية لأنه كان تراجع دي النباتات الجيدة المستساغة وظهور النباتات الضعيفة الشوكية وأراضي الجرداء فكان واحد نعقوص دي الخطر من قبيل توصيات لعادة استزراع دي المناطق المتدهورة واللي قابلة للتحسين من خلال جوج دي النقاط أساسية اللولة ترشيد المتدخلين مجموعة دي التقنيات كالمحميات يعني نوع من الاستراحة دي الأراضي وقد نزوجوا معها بسألة السجارات العلفية أو استزراع بعض النباتات المحلية لزي سبيسيو التوكتون كذلك بعض الخطوط وخدمة دي الأرض من أجل المحافظة علمية والتربة وجمع المياه دي الأمطار تلك التقنيات اللي كنم كنا نجمعوا بيناتهم بشي سيطين واحد البيئة ملائمة لاسترجاع النباتات اللي ضعت ولكن بدون العقل هنا دي وترشيد الاستعمال للمراعي غادي يكون الجهد كله غادي ضيع بحكم أننا لاحظنا كذلك موازاتا مع التغييرات هذه السنين كلها اللي فاتت من السبينات لنا أننا كانت زيادة دي الأعداد الماشية للأسف فالوقت اللي كان خاصة نقص الزيادة والحمولة والضغط على هذا الموارد الطبيعية كان العكس تماماً فكان ضروري أن التوصية التانية كتهم هاد القضية ديال ترشيد الاستغلال وضبط الحمولة ديال المراعي واعتماد منظومة ديال الدورات الرعاوية باش تسار حد المناطق وترجع الهيئة اللي كانت عليها من باب التأهيل دور البحث العلمي الزراعي في إكتار واستزراعي النباتات الرعاوية المحلية بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية بالجهة الشرقية هو عنوان المداخلة الأخيرة التي عرفتها أشغال هذه الندوة بين المشاكل المعويقات للاستصلاح واستزراع المراعي هو أننا نعتقد بصفة دائمة على النباتات الداخلة مثل القطف اللي هو نبات أسترالي ونبات الصبار فحنا نحاول نقوم بمجموعة ديال الدراسات اللي كانت هم الجرد ديال التنوع البيولوجي اللي كانت في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية من أجل إيجاد نباتات بديلة لاستصلاح المراعي يعني باستعمال النباتات المحلية يعني ما يمكنش حنا عنا في المغرب أكتر من 4000 نوع ديال النبات ثم ما زلنا كنا نعتمدوا على النباتات الداخيلة مثل الصبار والقطف لهذا فحنا قمنا بمجموعة من الدراسات اللي كانت تهم النباتات المحلية اللي كانت تهم بشكل أساسي الإكتار ديالها ودراسة السلوك ديالها ومن بعد الإكتار ودراسة ديال السلوك ديالها كان حاولنا نقوم باستزراع هذه النباتات في المناطق الصحراوية والشبه الصحراوية باستعمال آليات وتقنيات كتمكن هذه النبات من النمو والتكاتر في هذه البيئات من بين هذه الطرق اللي كانستعمله هي تقنيات حصاد المياه اللي اعتقدت نتائج جيدة وجيدة جدا في استصلاح المراعب من مناطق الشبه الصحراوية أو باستعمال الخطوط الكنتورية المرفوقة بهلال ولا بشبه منحاري فيعني هناك عدة طرق اللي كانستعملوها من أجل إنجاح عملية استزراع هذه النباتات المحلية في المناطق الصحراوية والشبه الصحراوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة